أهلاً وسهلاً بحضراتكم مرة أخرى عزيزي المشاهدين حتى الآن اتحاد كرة القدم لم يعلن عن أي خطة واضحة للمنتخبات الوطنية الحياة كلنا توسمنا خير بعد الإنجاز المغربي في كاس العالم بوصول أصول الأطلس للمربع الدهبي ولكن اتحاد كرة القدم صامت وغارق في المشاكل طيب من منطلق دورنا الإعلامي الحقيقة اتكلمنا كتير جداً جداً وحضرنا من عدم وجود خطة فنية لاتحاد كرة القدم ولا مدير فني للاتحاد الكرة لأنه المدير الفني هو اللي بيضع السياسات الفنية الوطحة للمنتخبات تم التعاقد مع فيتوريا لمدة أربع سنوات سعداء جداً بهذا التعاقد وميكالي أيضاً ومهمته الصعود للأولمبياد ولكن هل هذا يكفي؟ في عرف كرة القدم كل اللي فات ده لا يكفي لأنه الحقيقة أنا عندي كواليس كتيرة جداً أولها أزمة كارلوس كيروش كارلوس كيروش المدير الفني السابق لمنتخبنا الوطني تواصلنا الحقيقة معاه وقال قبل المباراة النهائية لكاس العالم أنه حيحاول يوصل الأستاذ جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم عشان يطلبه بمستحقاته المتأخرة لدى الاتحاد بعدها عرفنا من مصادرنا في الضوحة أنه حصل جلسة قصيرة ما بين الشوطين في نهائي كأس العالم حضرها كابتن عبدالحكيم الشلماني رئيس الاتحاد الليبي ورئيس الاتحاد شمال إفريقيا وكارلوس كيروش وجمال علام مسألنا كيروش الحقيقة عن تفاصيل الجلسة قال أن جمال علام قال له أنه مخصوم منه مبلغ بسبب عقوبة وقعها الكاف على اتحاد الكرة بسبب عدم حضوره لمؤتمر صحفي نفس التوقيت كيروش رد عليه وقال له أن دي مشكلة مرور ومش مشكلة خاصة علشان يتخصب مني أنا أعاوز مستحقاتي كاملة ومنتظرها منكم وأتمنى أن تلتزم بكلامك معايا ولكن خرج اتحاد كرة القدم بتصريحات على لسان الحج عام الحسين وقال إحنا بنطالب كارلوس كيروش يبعث لنا رسمي إيه هي المستحقات بتاعته وإحنا هنعمل مجلس إدارة ولو له مستحقات هنتفحها لما وصلت الرسالة لكيروش كان رده هو إزاي عضو مجلس إدارة يتجاهل كل التفاصيل اللي حصلت قبل كده ويتكلم وكأنه لا يعرف شيء عن الموضوع مع أن الأستاذ وليد العطار هو المدير التنفيذي للاتحاد وبيمضي على كل ورقة ده كلام كارلوس كيروش على فكرة مش إسلام ولا حد تاني ده كارلوس كيروش وبعتنا له وقال إن كده يعني مجلس الإدارة عنده علم طيب هل هذه هي نهاية هذه الأزمة؟ طبعا مسؤولية اتحاد كرة القدم وكل شيء وأزمة حني اعتبرها أصغر الأزمات لكن أنا الحقيقة بقول برضو إن كتر الكلام في الموضوع ده من كارلوس كيروش غريب جدا ما هو لو ليه أي مستحقات طب ما يسافر يروح يعني ياخد مستحقاته عن طريق الفيفا يعني حتى لو له حق الموضوع مش هياخد منه وقت طويل كان زمنه لو ليه حق كان زمنه خده يعني أنا الحقيقة شايف إن الموضوع ده غريب جدا ما هو لو كارلوس كيروش له حق اتحاد كرة القدم يدهوله ما عندوش مشكلة ليه كل الكلام اللي رايح واللي جاي ليه الموضوع رايح جاي كده كتير وبعدين دي أزمة قد كده ما تده راجل حقه إذا كان له حق إذا كان هناك في اختلافات في وجهات النظر خلاص روح اطلعه على الفيفا أو اطلعه يعلن في اتحاد كرة القدم إن الراجل ما لهش فلوس بالمستندات وهو بقى يروح للفيفا أو يشوف ظروفه هيعمل إيه وخلاص ولكن سمعت كرة القدم المصرية الحقيقة ما حدش يبقى رفق نبقى عارف الموضوع دي ولا حد عارف إن فيه قسم 25 ألف دولار الأزمة دي كلها على 25 ألف دولار فما تخلينا نخلص من الموضوع ده قولوا للراجل في بيان رسمي 1-2-3 بدل ما احنا عملين نلف وندور على بعض ودي أزمة الحقيقة أنا هعتبرها أصغر الأزمات لأنه فيه كواليس تانية أكتر المفروض إن مثلاً مجلس إدارة اتحاد كرة القدم عنده جلسة مع كلاتنبرج نهاية هذا الأسبوع يوم الخميس وفي الجلسة دي هيتكلموا معاه في المشاكل اللي حصلت الفترة اللي فاتت وكمان عن الأزمة اللي احنا كشفناها في حلقات سابق إن هناك اعتراضات عند مجلس زارة الاتحاد خدوا بالحضراتكم وبعض الحكام على تحكم أسماء معينة في كل الاختيارات وإن كلاتنبرج ما زال الآن يعني ما زال حتى الآن هو معتمد على نفس الأشخاص اللي هم بيدونه نفس المعلومات اللي كانوا أيام الكابتن عصام عبد الفتاح المسؤول عن تعينات الحكام هو كابتن أحمد أبو العلا وكابتن محمد فاروق كابتن محمد فاروق بالمناسبة جي مؤخراً يعني وفي بعض الحكام بيتم تكرار وجودهم في المباراة وعدد كبير مش موجود في الصورة أصلا الحكام بلغونا إن هم مزهقوا وتكلموا كتير جداً مع المسؤولين عن اللجنة في ظل غياب ماركي كلاتنبرج يعني راجل بعضه شهر أجهزة مش موجود يعني وما حدش يعرف عنه حك مش تهل أونلاين بس النهاردة الصبح عدد من الحكام راحوا تحت كرة القدم من أجل التحدث مع جمال علام وماركي كلاتنبرج ولكن ما عارفوش قابلوه فلما الاتحاد كرة القدم لقى الموضوع كده أم مصرّب خبر للصحفيين إن النهاردة ما حصلتش أي مقابلة وإن جلسة الحكام اللي بتعترض على عدم موجودها في التعيينات اتأجلت لبكرة يعني بكرة اللي هو الأربع الساعة 12 ما بين عدد من الحكام مع جمال علام وكلاتنبرج الحقيقة وضع صعب جدا في لجنة الحكام خاصة في غياب تركيز ماركي كلاتنبرج اللي لسه راجع الحقيقة من قطر وعدم موجود لجنة لإدارة هذا الأمر لإدارة لجنة الحكام هي الأزمة مكملة معنا شوية بالمناسبة لنهاية الموسم طب هو أنتو مش هتتنقشوا مع كلاتنبرج حاجة غريبة جدا أن القايمة الدولية اللي هو عملها اترفضت وحيتم اللي استعانى بنفس القايمة اللي كان حاطتها كابتن أسامة عبد الفتاح الموسم اللي فات يعني كابتن محمود عشور موجود وبقية الفيفا رجع كل الأسماع بتاعت السنة اللي فاتت زي ما هي واعترض على اللي موجودين دلوقتي طب هو شكل كلاتنبرج إيه قدام الحكام لأنه كلاتنبرج كان عايز يضع حكام جدد وجوه جديدة في القايمة الدولية وترتيب مختلف حتى في القايمة الدولية لكن هو دلوقتي الرجل شكله إيه قدام الناس يعني الناس اللي هو حطوهم يلقوا نفسهم خرجوا والقدام برضو هما اللي موجودين طب انتو جايبينه ليه أساسا من الرجل حذرت قبل كده من خلال البيت الكبير في إفشال أو من إفشال تجربة كلاتنبرج ولكن من الواضح أنه ما فيش فايدة الأزمة الأكبر ودي الناس يمكن تسمعها لأول مرة هي الناس عارفة أن يوم الجمعة دي أزمة ثالثة في التحكرة القدم بالمناسبة أنا بسأل هو على الهوى حد في مصر عارف أن قرعة بطولة إفريقيا تحت 20 سنة اللي مصر بتستضيفها يوم الجمعة بلاش ممكن يكون في شوية عارفين طب حل حد عارف من هو مدير هذه البطولة قبل يومين من القرعة ما حدش حاجة ما حدش عارف حاجة تحت كرة القدم لم يعلن عن أي شيء يعني لو أنا عايز أعرف أي حاجة عن هذه التجربة أو هذه البطولة اللي مصر بتنظمها ما حدش هيقولك حاجة هيقولك مش عارفين طب أسأل مدير البطولة مين يا جماعة علشان نتكلم معايا ونعرف الدنيا هتبقى ماشية إزاي إن شاء الله حنقولكم أنا بس عايز أقولكم وهي مش مفاجأة في الآخر هيبقى مين المدير البطولة أيوة زي ما حضراتكم قلتوا بالظبط الأستاذ وليد العطار الأقرب أنه هو يكون مدير هذه البطولة ترجمة نانسي قنقر